مرحبا بتعبائنا كرام شلومكم إن شاء الله جميعا بصحة وخير وسلامة طبع اليوم جانا أخذكم بجولة جديدة وأيضا رح نتحدث قليلا عن موضوع السيولة والفيضالات اللي صارت بربيل وعلى اسمها المناطق اللي تهذت والضرارات اللي تعرضت للسيولة وخسائر بالبلد تحتية طبع اليوم جانا أخذ جولة مرة أخرى في مجمع قنجان ستي يعني كثير ناس ومشتركين جديدون جاي يطلقون إنه سوي تحديث مرة ثانية لجميع المجمعات وعن آلة الأسعار والتحديثات الجديدة موجودة بالمجمع طبعا نثم قلنا مجمع قنجان ستي بيس المساحات بيوت وهي تبديل ماتين وخمسين متر والأسعارة تبديل مئة ألف دولار حد مئة وثلاثين ألف دولار يعني عفوا من مئة ألف دولار لمئة وثلاثين ألف دولار يعني من مئة وخمسين مليون دينار إلى حد مئة وخمسة وسبعين مليون دينار عراقي أما بيوت المساحات تبديل مئة وثلاثين متر تبديل مئة وثلاثين ألف دولار حد مئة وستين ألف دولار يعني من مئة وستين مليون دينار عراقي إلى حد مئة وخمسة وثمان مليون دينار عراقي حتى ما جاء شوف هناك بيوت هاكل باقية يعني آآ للبيع أيضا بس هاي أسعار هاكل ما عارف ليش شو هاي هي يعني جاء بطور البناء وليس يعني آآ يعني متوقف فلا يعني ناس مشتريين وجاء يبنونها بالنسبة لبيوت تلاثمية وخمسين متر تبديل مئة وتسعين ألف دولار حد مئة وخمسين ألف دولار يعني من مئة وتسعين مليون دينار عراقي لحاد ثلاثمية وخمسين متر تبديل مئة وتسعين مليون دينار عراقي لحاد ثلاثمية وخمسين متر تبديل مئة وتسعين مليون دينار عراقي لحاد ثلاثمية أو أربعمية وخمسة عش مليون دينار عراقي أما بيوت الـ 600 متر اللي تبدي من 350.000 دولار 1,450.000 دولار يعني من 520 مليون دينا عراقي 675 مليون دينا عراقي أما بيوت الـ 1000 متر تبدي من أسعارها من 450.000 دولار 1,800.000 دولار يعني من 675 مليون دينا عراقي مليار ومئتين مليون دينار عراقي. مليار ومئتين مليون دينار عراقي. هاي من اسم الاسعار قنجزتي وجاه شوفون يعني هاي التصوير انا صورتها بعد السيولة بثلاثة اربعة ايام. بس اخرت بانزالة لان صراحة ما صارت فرصة انه انزل فيديوهات. طبعا بسبب كنت انشغالاتي يعني بامور اخرى يعني بالعمل اللي انا جاشتغل بالاخر وليس هذا يعني فقط اليوتيوب وموضوع الاقارات. فقط توضيح يعني انه الموضوع الامطار والسيولة اللي صارت قبل اسبوع في اربيل. انه صار تساقط في امطار مدة ساعة تقريبا. كانت السيولة يعني تساقط خمسة يعني تقيمة 250 إلى 60 مليون. اللي صار انه صار في تساقط كثير من الحالوب. هذا يعني كانت الامطار جتي من منطقة يعني اسمها ملا عمر انجرفت لحد ضواحي اربيل. طبعا الامطار اللي تساقطت ذاك اليوم تساقطت فقط في ضواحي اربيل. ومو بالمركز ولا في يعني ثمانية من مية وخمسة وثمانية من مية من منطقة مدينة اربيل ما ساقط فيها المطر. يعني امطار خفيفة وتوقفت. اما يعني صار تساقط كثير وهي المنطقة اللي صار على طريق المصيف وعلى طريق كاسنزان يعني مثل ما نقدر نقول الجهة اه الشمالية الغربية من اربيل يعني عفوا الشرقية من الشرقية شرقية والشمالية من اربيل. هاللي هي اللي صار فيها تساقط كثير من امطار. والسيولة توجهت كثير الى منطقة اه 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 مثل ما نقول بداية اربيل اللي صار على بعد خلف نادي الفروسية وكان فيها يكون مجمع اسمه مجمع زيرين. لهذا المجمع اصلا يعني ارضة منخفضة. فتأثرت يعني صار كثير من ما فيتأثرة لان هي منطقة منخفضة صار اه انجرافل المياه كثير هناك. فتأذى تبيوت كثير هناك صراحة. ونهارت بعض السيجة هناك واما انهيار بيوت ما صار ابن صار تضرار ما دية كثير العوائل هناك. اه بس جا شوفوا منطقة مدينة يعني هي المنطقة قنجان اللي صار على مية وخمسين متري. والتي تبتهت حوالي شين دقيقان اربيل مركز اربيل. يعني شوفوا ما بها اشي يعني. والامطار انجرفة منها. يعني السيولة اللي صارت يعني راحت من من طرفها. يعني هي صار على مية وخمسين. فالميان تحركت اتجاه. بعدها راحت على ناحية بحركة. وهناك ايضا يعني تأثرت يعني بعض الماركتات. اه الى يعني يعني نحل موضوع السيولة. اه طبعا البعد خلف اه المدينة الزيرين. اللي صار خارج اربيل يعني على حدود سيطرة مع اربيل. هي متلاسقة مع القرية الكورية يعني من الخلف. يعني مسافة ستمية سمية متر تبتعة عن بعض من الخلف. اه نجرف اه نجرفة السيولة ايضا للقرية الكورية. القرية الكورية للمنطقة اللي اللي انجرفت هي كانت بنايات الزرق الصقوفة. ما اعرف اذا فيديوهات سابق امالتي راح اشوفوها راح تعرفون اي هي. وهي تمثل تقريبا عشر مية من قرية الكورية. اه يعني والتي ضرت يعني مو كثير يعني اماكن عشرة بالمية وثمانية بالمية. طبعا هذ المشروع شفتها على اليمين وما مستحق انه عشر مية وخمسين متري. يعني فقط هاي المنطقة. اما يعني لباقي المناطق هم جماعات القرية الايطالية. ايرام اكتوز. قنجا مثل ما شفتوا. اللي سايرة كلها على خط التماسوف وحتى فردوس وشاهانة. شاديستيوهاي يعني واتلانتيك وغلوبال وهذا الشي ما حد يضرر بالامطار. فحتى يكون واضح الجميع. يعني حتى يكون هذا الموضوع واضح انه اي مجمعات ما تدذت في اربيل بسبب يعنى موضوع السيولة والامطار بالعكز. يعني ما صار اي شي هناك حتى. يعني كثير ناس شككوا انه في صار وفيضانات هاي ما اقول اي شي. يعني اشكر كل شخص ادعمني باللايك او متابعة او تعليق. لان هذا يحفزني وشجعيني انه اقدم فيديوهات اكثر. انا كل مواضيع المتعلقة بمدينة اربيل. شكرا لكم اشتركوا في القناة